السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين النهاردة بإذن الله أنا أدوم لكم طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن بالطريقة السهلة يلا نبدأ معكم ونقول بسم الله هنا كان معنا نص كيلو من اللحمة المفرومة على نسبة من الدهون حوالي 100 جرام ده هنا بصلة مقطعنا مقعبات فلفل حامي طماطم مقطعينها حباية واحدة ده فلفل أصمر وملح هنا كده جيبنا الكفة الأول هنبدأ بقى نفرم معنا اللي هو البصل هنبدأ ننعمه كويس كده في الكفة هنا عشان اللحمة المفرومة لازم أن ننعملها البصل كويس هنا برضك هنفرم معاها كده فلفل حامي ده اختياري زي ما تحبي هنا هنبدأ بقى نشغل الكابة ونفرمه الطريقة دي سهلة وبسيطة وان شاء الله جربوا الطريقة ده هتعجبكم هنا خلاص البصل كانت فرم معنا بقى معنا نعم بالشكل ده لازم أنه لما تيجي تفرم البصل تنعميه عشان ما يبقاش معبين معنا في الكفتة هنا بقى هنبدأ نجيب طبق وصفاية هنبدأ هنا بقى نصف البصل من المية اللي موجودة فيه لان في الوصفة دي هنحتاج اللي هو طفل البصل المية برضك هنستخدمها وإحنا بنصبع الكفتة هنا كده هنبدأ نصف البصل كده كويس من المية هنا خلاص جلنا صفنا البصل كده كويس هنبدأ بقى ناخد التفل بتاعه هنا مية البصل محمرية عشان الفلفل الحامي اللي هو كان لونه أحمر هنا خلى المية بتاعة البصل لونه أحمر وجميل ده ما انتو شايفين كده في الشكل هنا برضك في نفس الجبة هنفرم برضك معنا اللي هي حبة الطماطم ده هنفرمها ونحطها هنا مع مية البصل ده عشان نصبع بقى اللي هي الكفتة هنا برضك هنبدأ نفرمها والنعمة كويس جدا هنا خلاص كانت حبة الطماطم اتفرمت معنا عادي ده هتكون مفرومة وكون نعمة كده كويس زي معجون الطماطم هنا كانت اتفرمت وبقت نعمة معانا جدا هنا بقى هنبدأ ننزلها هنا على مية البصل هنا بقى مية البصل وحبة الطماطم دي هنضف لها هنا برضك من البهارات اللي هو البابركة اللي هي الفلفل الحالو معلقة كده معلقة صغيرة هنبدأ هنا برضك نقلبها هنا كويس هنا بقى خلاص كانت جاهزة معانا بالشكل ده هنا بقى نبدأ نجيب اللي هي اللحمة المفرومة هنقلبها كده كويس مع البصل هنا هنحتاج لها اللي هو البهارات الاساسية بتاعتها اللي هو الملح والفلفل الاصمر وهنحتاج برضك معها رشة من خلطة السبع بهارات هنا كده بقى اللي بقى كده كويس مع بعض هبدأ برضك هجيب الكابة وهديها برضك فرما كده في الكابة هنا برضك في نفس الكابة ورا البصل ورا الطماطم هنا هنبدأ ناخد جزء كده والنعم كده كويس في الكابة عشان اللحمة هنا تتفتل معانا تحس ان هي كده فيها خيوص كده زي الفتل بعد ما نفرومها كده فرما تانية هنا كده ممكن زي ما انا قلت تفرمها كده فرما تانية في الكابة وممكن برضك تعجينها كده حوالي عشر دقايق على ايدك يعني ممكن تعملها في الكابة او تعجينها على ايدك حوالي عشر دقايق بحيث ان هي تتعجن كده كويس في بعض وتنعم معاك وتفتل معاك كده وتديك خيوط رفيع كده زي الفتل لان الكفتل المشوية بتبقى عيدها تتنعم كويس هي تاخد فرما تانية في الكابة ياما تديها كده عجنة على ايدك حوالي عشر دقايق هنا خلاص كانت اتنعمت معانا ومقت معانا بالشكل ده هنا برضك هبدأ افرم بقيت الكمية كده برضك في الكابة طريقة سهلة وبسيطة قدينا معاكم هم خطوة بخطوة هنا خلاص كانت اتفرمت الكمية اللي موجودة معايا وبقت معايا بالشكل ده هنا كانت اتفرمت معانا وعملت هنا خيوط رفيع زي ما قلتلكم هنا عشان هما تجي التسيخيه او الصبعيه ما يبقاش اي بصل موجود جواها او بين جواها هنا هنبدأ نحط لها كده اللي هو الفلفل الاصمر والملح هنا بورلكم ان اللحمة هنا كده فتلت وبقت كويسة جدا هنا بها هنبدأ نقلبها كده كويس وهنديها برضك عجلنا كده على السريع هنديها هنا برضك رشا من اللي هو الخلط الصبع بهارات هنا بها هنبدأ نقلبها كده كويس مع اللحمة هتبدأ بقى تقلبها كويس وده ما انا قلت هنديها بقى عجلنا خفيفة وبيكون كده بقى تبقى جاهزة معانا هنا خلاص قد خلصتها عجل كده كويس بيدي كده على السريع هنا بابدأ اغلفها كده اللي هو الستريتش راب او اللي هو الستريتش الغذائي هنا بها هنبدأ نغلفها كده كويس وهنبدأ بها ندخلها في التلاجة ترتاح معانا او تقعد معانا في التلاجة كده حوالي نص ساعة وبعدها نرجع بها نكمل معاكم هنا خلاص كانت طلعت معانا من التلاجة قعدت معانا في التلاجة حوالي نص ساعة هنا ده باية مية البصل حطى لها هنا برضك رشة من الملح ورشة من الفلفل الاصمر هنا معانا كده صينية فرشين فيها هنا ورق من الزبدة ممكن تفرش فيها ورق من الزبدة او ورق من الالمونيوم هنا معانا شبكة وهنا معانا اللي هو السياخ اللي هي الخشب اللي نعمل عليها اللي هي الكفتة بتكون هنا بلاها في المية قبلها بنص ساعة او ساعة تنقعها كده في المية عشان ما تتحرقش منك هنا باية نبدأ نسيخ معانا الكفتة هنا كده جبنا طبق عشان نبدأ نسيخ عليه عشان ما فيش حاجة تقع منك على الرخامة هنا باية نبدأ ناخد كده قطع من اللحمة المفرومة هنبدأ هنا نقورها كده كويس على ايدينا الاول هنا باية نبدأ نشكلها هنا كده معانا على السيخ هنبدأ كده هنا نصبعها ونفردها هنا كده على السيخ الخشب بنفس الشكل كده ده ما انتم شايفين تبدأ تضغط عليها كده باية دك هنا بردك احنا نضغط عليها باية دينا بنحاول بردك نضغط عليها كده بنقفلها من فوق ومن تحت هنا بقى بنبدأ كده ناخد من مية البصل ونعملها كده على الكفتة كده من مبرة نبدأ كده نشربها كده من مية البصل والطماطم بالطريقة دي هنا خلاص كان الكفتة كده جاهزة معانا هنعمل كمان معكم واحد هنا بناخد كده قطع من الكفتة بنبدأ كده نشكلها شكل كرة على ايدينا وبعدين بنبدأ هنا نفردها معانا على السيخ الخشب بتبدأ تفردها كده كويس وبتوزعها كده على السيخ الخشب وزي ما انا قلت بتبدأ ايه تقفلها بردك كما بتخلاص بتقفلها كده من تحت من فوق بتبدأ بردك تضغط عليها بايدك كده كويس وبصابعك رايح جاي بتاخد بردك كده من مية البصل وبتبدأ تدينها كده كويس منبرة بتبقى معانا بالشكل ده بتبقى معانا متماسكة جدا هنا بقى نبدأ نسيخ بقية الكمية اللي موجودة معانا ونرجع لك تاني هنا خلاص كده هنا كده خلصت الكمية اللي معايا نص كيلو عمل معايا الكمية دي نيت جميلة جدا هنا كده انا ولعت الفرن وسبتو يحمى معانا هنا ببدأ هنا كده بردك ادينها بمية البصل كده كويس بتبدأ تدينها كده من الجنبين وبردك اما بتدخلها الفرن بعد شوية برضك حول ربع ساعة بتطلعيها تقليبيها وتدينها برضك من على الجنب التاني هنا بقى خلاص بتكون جاهدة معانا هنبدأ ندخلها الفرن وزا ما انا قلت بعد ربع ساعة او عشر دقايق بتبدأ برضك تطلعيها وتدينها من الجنب التاني بمية البصل والطماطم بتبدأ بقى تقليبها في الفرن لغاية تستوي معاكي وتحمر معاكي من الجنبين هنا هتقعد معاكي في الفرن من نص ساعة للاربعين دقيقة بيكون استوت معاكي وحمرت معاكي هنا بقى نبدأ ندخلها الفرن ونرجع نورها لكم هنا خلاص ده كان شكلها ما طلع معانا من الفرن بقى معانا بالشكل ده كانت مستوية من جوه وحمرت معانا من بره مش بالشكل ده وان شاء الله الطريقة ده تعجبكم طريقة سهلة وبسيطة وكان الطعم متحفى وده طبعا انضف من الكفتة اللي بتجيبها من بره بتبقي ضمن اللحمة اللي انت جايبها عاملها ازاي برضك لو انت حابة تعمل فحم فيها ممكن تجيب قطعة كده من الفحم وتولعها كده على النار وبتحطها كده في ورق فويل وتبدأ تحطها كده في نص الكفتة وتحطها عليها نقطة من الزيت وتغطى عليها بتديك طعم الفحم ودي بيتكون وصفتنا النهار ده طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن الطريقة دي سهلة ان شاء الله تجرب الطريقة دي يا نت وان شاء الله كده الطريقة دي تعجبكم اتمنى تجربوها وبيكون كده وصفتنا خلصة النهار ده انتظروني في وصفة جديدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة